على مدى عقدين من الزمن سئم العراقيون مشاهد مئات الآلاف من الكتل والحواجز الخرسانية التي تقطع أوصال بغداد وتعرقل حركة سيرهم وتؤثر يوميا على حياتهم وأعمالهم قضية رفع تلك الكتل أو إعادة نصبها أصبح خيارا دعائيا تستعرض به الحكومات المتعاقبة كإنجاز وفق ما يحدده حجم التوافق بين شركاء العملية السياسية أو نشوب خلاف بينها على المناصب يدفعها لإطلاق موجة هجمات بألغام وسيارات بحسب ما اعترف به حاكم الزامل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابي السابق خاصة أن العدد الكبير من تلك الحواجز يتمركز عند المنطقة الخضراء التي تتحصن داخلها أحزاب السلطة وميليشياتها وغالبا ما شكلت المنطقة الخضراء هدفا للعراقيين الغاضبين من العملية السياسية فيما تعد حاليا عبارة عن قطعة أرض محصنة ومتصلة بعضها البعض عبر ممرات واسعة ترفع فيها صور سليمان واليوم ومع المأزق الذي تمر به حكومة السودان التي خرجت من تحت عباءة إطار الميليشيات أوعز برفع عدة سيطرات أمنية وإعادة فتح شوارع بمحيط المنطقة الخضراء في محاولة يقول المراقبون بأنها رسالة للإحاء بأن أوضاع البلاد باتت مستقرة بعد تسنم قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران للسلطة وما عادت هناك حاجة لوجود تلك الحواجز الخرسانية السوداني يعلم أكثر من غيره بأن لا فائدة ترجى من بقاء تلك الحواجز لكون مفاتيح الأمن بيد ميليشيات قوى الإطار التي لطالما اقتحمت المنطقة الخضراء وشنت هجمات صاروخية كلما اشتد الخناق على إيران ضمن مفاوضاتها النووية ولعل بحسب خبراء فإن قرار إزالة الحواجز جاء تسوية سلام بين الميليشيات وأمريكا بمصالحها وبعثاتها المنتشرة داخل المنطقة الخضراء خاصة وأن نبرة الحديث عن إخراج القوات الأمريكية من العراق غابت تماما عن الخطاب السياسي والإعلامي لزعماء الميليشيات